فروض فضل اشتركوا في القناة النادي الاهلي الموجودة هي مواجهة في حد زيادة لازم ان تبقى صعبة النهاردة شفت المواجهة ازاي فوز النادي الاهلي باربع اهداف النهاردة لا طبعا مبروك للنادي الاهلي النهاردة فوز معناوي اكتر ما هو مهم بالنسبة للدوري النهاردة النادي الاهلي قد بشكل كويس 90% من التشكيل الاساسي والاحتياطي من ولاد النادي من قطاع ناشين النادي قدوا بشكل كويس النهاردة وبروح عاليا وهو ده النادي الأهلي ما عودنا عليه أن أي حد يلبس تشيرت النادي الأهلي في أي بطولة أو أي ماتش بيأدي زي ما أنت شفت كده طبعا نحن النهاردة عايز أقول هاردل لك للرأس راميكا اللعابة النهاردة استهترض بالماتش يعني بعض الشيء وده كان باين عليهم النهاردة في أداء الفريق الحمد لله طبعا يعني هو موسم وخلص وموسم طويل جدا ونادي الأهلي أتمنى طبعا أنه يعود بسرعة في الفترة اللي جاية ودائما النادي الأهلي مش مدعم مش معودنا أنه يأخذ مركز ثالث أو تاني دائما النادي الأهلي هو رقم واحد فأتمنى لهم التوفيق إن شاء الله في الفترة اللي جاية ويكون فيه يعني استفادة من مشاركة الناشئين دي إنه هي لا الكطاع فيه فيه لعابة مميزة كتيرة ويأدوا بشكل كويس زي ما احنا شفنا النهاردة أتمنى أنه يكون فيه عدد كبير من الناشئين في النادي الأهلي إن شاء الله في الفترة اللي جاية بإذن الله كابتناني شوف الفترة اللي فاتت بالنسبة لأهلي إزاي ويعني برضو شايف الفترة اللي جاية إزاي وتقول إيه اللي عبت للنادي الأهلي أو تقول إرسلتك لجمهور النادي الأهلي لا أخلي بالك يا فروق وارد وارد وطبيعا أنه أنت بعد يفوز بطولتين أفراكية وإداء كبير في بطولة كأس العالم اللي عندها أنه أنه أن يحصل دروب ده وارد في أي فرقة في العالم بنشوف برشولونا الفترة اللي فاتت كانوا مستحوزين على معظم البطولات ويعني مشاركوش السنة اللي فاتت في بطولة دورة بطولة أوروبا فده طبيعي خالص أن يحصل لك دروب في بعض الأوقات لكن الفكرة أن أنت تقوم بسرعة من الكابوة دي وعطاك النادي الأهلي زي ما قلت لك مش معاودنا أنه يبقى في المركز ده وعطاك إن شاء الله بإذن الله أنه هو هيفوق بسرعة في فترة اللي جاية زي ما قلت يعني ده طبيعي تغيير مدرب استهلاك بعض اللعيبة إذا كان منتخب إذا كان على المحافلة الدولية أو أفريقية أو الدور المحلي فأعتقد إن ده طبيعي جدا ولكن الفكرة كلها أن أنت تطلع من الكابوة دي بسرعة وتأدي بشكل كويس الفترة اللي جال لأن الجمهور النادي الأهلي مش متعود على ده متعود أن أنت دايما بتاخد بطولات فأعتقد إن النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله الخروج من الكابوة دي سريع إن شاء الله المآخرة والسألة الأخيرة الواحد من النجوم اللي احنا بنوضعه النهاردة وليد سليمان لا طبعا وليد من اللعيبة القليلة اللي احنا مفتقدينها الفترة دي في الدوري فعلا في مصر وليد من اللعيبة المحترمة اللي مش فيناش منه أي مشكلة على طوال مشواره في النادي الأهلي بتمنى للتوفيق طبعا إسكان هيبقى اختياره في الملعب أو اختياره إداريا أو على حسب هو اختياره هيبقى أي في حياته اللي جاية فبتمنى له التوفيق طبعا وكلنا أزعلنين أن وليد هيبطل خلاص لكن هي دي سنة الحياة كلنا نلعبها وبنبطل فبتمنى له التوفيق هو من اللعبة اللي زي ما قلت لك القليلة جدا اللي بنفتقدها في الملعب المصرية الفترة دي شكرا يا فروس شكرا